العلامة الألباني له كتاب آخر صغير الحجم ولكنه نافع جدا وانا انصح المشاهد الكريم من المدرستين ان يطالعوا هذا الكراس لانه مفيد عنوانه وجوب الاخذ بحديث الاحاديث في العقيدة والرد على شبه المخالفين بعد ذلك سأبين اهمية هذا الكراس الصغير لالعلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الالباني المكتب الاسلامية عمان الاردن الطبعة الثانية 1422 هجرية المكتب الاسلامية الى اخره في اخر الكتاب هذه عبارته التفتوا جيدا يعد مجموعة من الامور التي اتفق المسلمون على ماذا على الاعتقاد بها هذه عبارته التفتوا في صفحة 49 من هذا الكتاب يقول فليتأمل فيما سنسوقه من العقائد الاسلامية التي تلقاها الخلف عن السلف وجاءت الاحاديث متظافرة متوافرة شاهدا عليها سنسوقه من العقائد الاسلامية عندما يأتي الى الفقرة 27 اللي هي من العقائد الاسلامية يقول الايمان بمجموع اشراط الساعة كخروج المهدي واللطيف انه يعبر خروج المهدي لا ولادة المهدي كخروج المهدي ونزول عيسى وخروج الدجال هذا قد يقول لنا قائل بأنه خروج لا يدل لا يدل على أنه ماذا حي لأن الدجال أيضا عبر عنه ماذا خروج ولا يدعي أحد أن الدجال ماذا الآن حي ودابة الأرض من موضعها وغيرها ثم بعد ذلك يقول هذه التفت في صفحة 53 هذه بعض الحقائق الإسلامية الصحيحة التي وردت في الأحاديث الثابتة المتواترة أو المستفيظة التفت وأريد بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه العبارة وتلقتها الأمة بالقبول إذن مجموع الأمة قبل كل الأمة وأمة لا تجتمع على ماذا على خطأ أو على ضلال هذا عالم من علماء ماذا من العلماء المعاصرين ومن مدرسة الصحابة واقعا يشير إلى هذه الحقيقة فهي مسألة أقائدية وتلقتها الأمة ماذا بالقبول أرجع إلى العبارة يقول وتلق هذه بعض العقائد الإسلامية الصحيحة التي وردت في الأحاديث الثابتة المتواترة أو المستفيظة وتلقتها الأمة بالقبول وهي تبلغ المئات التفت جيدا العبارة الأخرى وما أظن أحدا من المسلمين يجرؤ على إنكارها مع الأسف الآن تجرؤ على إنكارها سواقعا العلامة الألبانية يقول لا أظن أن أحد يجرؤ على إنكارها ولكن مع الأسف الشديد أنا أحيل المشاهد الكريم إلى أن ينظر إلى بعض المتحدثين يمينا ويسارا انظر ماذا يقولون عن الأطروحة المهدوية انظر كيف يتعاملون معها هل يتعاملون معها كتعامل أنها عقيدة من عقائد المسلمين أم يتعاملون معك أمر هامشي ثانوي بل يستخفون بها في كثير من الأحيان والله دخل السرداب وخرج من السرداب ونام في السرداب ودخل السرير وخرج من هذا المنطق يا إخواني واقعا لا يدل عندي إلا على عجز القائل إلا على فقر القائل والله أربأ بنفسي أن أدخل في مثل هذه المساجلات ولكنه أشعر بالضيق النفسي عندما يأتي شخص ويدعي ما يدعي من العناوين أنه محقق وأنه عالم وأنه من أهل العلم وأنه 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 سيف الإسلام وأنه سيف الأولين والآخرين وهو ماذا؟ وهو لا يعرف الأبسط العقائد الإسلامية فيشكك بها يمينا ويسارا ويدعي أنها أخبار ماذا؟ أخبار آحاد أخبار آحاد هكذا أخبار آحاد بهذا هذا ليس المنطق العلمي إخواني كما قلت أنه أرجع هذا إلى إنصاف المشاهد وإلى عقل المشاهد لأنني أنا أحترم عقل المشاهد كثيرا قال وما أظن أحدا من المسلمين يجرؤ على إنكارها أو التشكيك فيها هذا من الذين قالوا هذا الكلام أنا أخبار آحاد